هنبدأ كده بسم الله في شرح الانتروجاسيون الانتروجاسيون يعني أدوات النفي هنبدأ ناخد منها النهاردة كده أول أداة وهي الأداة ما أو ماذا زي بالضبط في الإنجليش أداة اللي استفهام وط طيب أنت وط في الإنجليش بتستخدمها عشان تسأل عن إيه بتسأل عن غير العاقل والمفعول طبعا مش بالفاعل لأن الفاعل بسأل عنه في الإنجليش بهو من صحي كده يبقى أنا وط اللي هي بالفرنش اسمها إيه ك أو كسك اللي اتنين يمسين فا وآ بس دي لها ترتيب بعدها في السؤال ودي لها ترتيب مختلف لكن الاتنين معناهم واحد بالعربي ما أو ماذا وبسأل بيهم عن إيه عن مفعول غير عاقل تمام لو أنا عايز أسألك ماذا تتناول في وجبة الإفطار هستخدم إيه؟ هستخدم ك أو كسك طب أنا عايز أعرف إيه الفرق بين ك وكسك يعني هكتب بعدهم إيه؟ بص يا بطر ك دي بيجي بعديها الأفعيل أول ما تشوف ك تدور على الفاغب اللي في الجملة وتخطه يبقى أول ما شوف ك هدور على الفاغ دي فأنا عايز أقول لك ماذا تتناول في وجبة الإفطار هقول لك كي بغا تي طب أنا عايز لفهم التركيبة دي جات الزاميس بص معايا كده يا بطل أنا سألت بميزة ك وأول ما تشوف ك بتحط بعديها فاغب طب أنت بتسأل الضامير من تي يبقى تصرف الفاغب مظبوط مع الضامير تي ليه حطينا الداش دي؟ لما باجي أقدم الفاغب على السوجة لما بعمل مقص كده وأقدم الفعل على الفعل فبحط الداش دي كسك تي بغا طيب طبعا إحنا واخدين قبل كده حروف الجر الخاصة بالوجبات بنحط قو قبل الوجبة وبعدين بكمل بتي دي جوني عادي خلص كسك تي بغا أو بتي دي جوني ماذا تتناول في وكبت الإفطار؟ أنا قلت كسك أنا قصد ك كبغا أو بتي دي جوني شفت التركيبة جايز زي بعد ك لكيز لكي بيجي بعدها إيه؟ وبعدين أحط بقى الفاعل وكمل الجملة طيب إيه مثلا عايزة بقى شوف كده كسك دي أخبارها إيه؟ حاضر اللي اتنين معناهم ما أو ماذا بس شوف ترتيب الجملة أنا كنت حطها بعد كي بغا خليلي بالك لأ هنا هحط كسك هحطه تي بقى يعني هنعكس آه كسك بقى بتحب الفاعل بتحب تي بتحب فو بتحب الضمائر كده تيجي بعدها بتحب الفاعل ييجي بعدها تمام؟ كسك تي وكمل بغا أو بو تي دي جوني أنا بكتب بسرعة فبطلها يبقى إيه الفرق بين الجملتين؟ اللي اتنين نفس المعنى ماذا تتناول في وجبة الإفطار؟ ماذا تتناول في وجبة الإفطار؟ طب الفرق إيه؟ الفرق إنه كو بتحب الأفعال وكسك بتحب الدمائر يبقى كو للأفعال وكسك للدمائر كو للأفعال وكسك للدمائر فكو للأفعال اللي بحط الفغط وصرفه مظبوط مع الضمير اللي في الجملة طيب كسك أحط بعديها الفعل وصرف برضو الضمير مظبوط أصرف الايه؟ الفعل مظبوط لكن اللي اتنين في النهاية معناهم واحد فلما يقولي هنا كو بغامتو وبوتي دي جوني وممكن يقولي كسك تو بغا وبوتي دي جوني وخليلي بالك من حرف الجر ده خليلي بالك من حرف الجر أو وده بيسبق الوجبات ودي ني في العشا ودي جوني في الغداء وبوتي دي جوني في الافتار وجوتي اللي أنا سألت فيها معلم الله في الوجبة الخفيفة طيب الإجابة لحظة بقى أنا لما بسألك في الإنجليش بيو أنت بتجاوبني بإيه؟ بقى صح كده صح نفس الفكرة هعملها في الفرانسية والسكر كده على الضمقر اللي بتتحول بين السؤال والإجابة أهم تحولات الضمقر التو بتتحول إلى إيه حلوين إلى جو النو بتتحول إلى فو إيل و إيل زي ما هم وإلى فك إس وإلى فك إس برضو زي ما هم أنا في الإنجليش لما بسألك بيو اللي هي بتساوي تيو أنغانسية أنت بتجاوب لي بآي اللي هي جو ولما بسألك بوي بتجاوب لي بإيه؟ بيو برضو عشان يو في الإنجليش الشاملة المفرد والدم طب لما بسألك بهي وشي بتجاوبني بهي وشي ما بيتغيروش يا ميس طب لو سألتك بزي اللي اتنين دول يعتبروا زي وبرضو بتجاوبني بزي يبقى مين اللي بيتغير؟ الأربعة اللي فوق دول الطي بتتحول إلى ج والنو بتتحول إلى فلما جت سألتك هنا بالدمير طي ساويني كده كبر الخط شوية بصوا معايا كده حلوية لو أنا جت هنا كنت بسألك بمين بسألك انت طي روحت انت محولها لي في الإجابة إيه إلى ج طي الفيرب ده أصلا الحمد لله هتلاقي فيه تصريف التو زي الج أصلا يعني نفس غير أفعالي المجموعة الأولى بيبقى فيه تغيير بين التو والج صح؟ لكن الفيرب ده ما بيتغيرش التصريفات فأنا حولت التو إليه يمشي معايا كده تعالى تعالى ورايا تعالى ورايا حولتها الج طيب والفيرب ينزل وكمل الإجابة بتاعتي اللي هو أصلا كان بيسأل عليها بكسك أو كو إنت بتاكل إيه في الفطار كسك تيبغى وبتدي جوني فأقلت له جيبغى ديو فغماج ممكن أقول له جيبغى دولاكم فطير جبنا جيبغى ديو لي اللبن صح كده؟ يبقى ببدأ أحول الضمير اللي موجود لو تيب أحولها إلى إيه؟ إلى ج وكمل التصريف بتاعي وحط بقى ده التجزاء لأن الفيرب ده بياخد أدوات تجزاء فأنا قلت له جيبغى ديو فغماج ودي جملة سهلة احفظها لو جاء لك سؤال زي ده على بقبة الإفطار جيبغى ديو فغماج وقلنا أن كو هي هي كسك ما فيش أي تغيير في المعنى الإجابات واحدة بس الفرق في ترتيب السؤال إزاي؟ أقولها تاني أهو أن كو بتحب الأفعال كو بتحب الأفعال فكو دي جيب بعدها بغا لكن كسك بتحب الدمائر كسك جاي بعدها تيو ممكن يجي بعدها فو ممكن يجي بعدها إيل لكن كو بتروحها الفيرب على طول طيب هنا بيدربني أنه ممكن يحط الاسم بدل الضمير مش لازم يقول لك أنت بتفطر إيه؟ ممكن يقول لك يا زوي بتفطر إيه؟ أحمد بيفطر إيه؟ محمود بيفطر إيه؟ ده هيكون الفاعل طيب فهنا بقول لي كسك احنا اتفقنا كسك بتحب الدمير أو الفاعل كسك زوي مانج أو دي جوني ماذا تتناول أو ماذا زوي تأكل في الإفطار؟ كو مانج زوي و دي جوني ماذا تأكل زوي في الإفطار؟ شفتوا هنا كسك حط لي بعدها الفاعل وكو حط لي بعدها الفاعل فحقول له إل وممكن أقول زوي ما تطلق بطش يعني ممكن أقول له زوي مانج وممكن أقول له إل مانج ممكن أقول زوي مانج وممكن أقول إل هي معي زوي ده اسم بني فهنا قلت له إل مانج دو بواسون إي دو غي هي بتاكل سمك وروز ده في الغداء طبعا في الفطار كنا بنأكل الجبنة طب في واجبة الغداء أو دي جوني إل مانج دو بواسون إي دو غي هي تأكل سمك وقرز وصو مذكر أخد الدو بعد فيغ بمانجي وغي مذكر أخد الدو بعد فيغ بمانجي هتحط الفغبة هتزبط الأدوات هتزبط أدوات التجزئة تمام؟ طيب أنا أحدد كده اكزامبل على السؤال ده وحجاوبه لما أقول كده عايزة أسأل ماذا يتناول أليكس في وجبة الإفطار هعملها إزاي؟ لو بدأت بكوه الميس قالت كوه بتحب الفرب كوه بتحب الفرب يبقى كوه بغا خليها مانج نغير كو مانج أليكس وديجوني في الغدا مثلا ماذا يتناول أليكس في الغداء؟ طيب عايزة أكون نفس السؤال بس باستخدام كسك يبقى حامل إيه؟ الميس قالت كسك بيجي بعدها الفاعل منفعش ما بتقبلش الأفعال بعدها يبقى حط أليكس وبعدين أكمل مانج أكمل مانج وبعدين أديجوني شفنا الفرق كده؟ فرق بسيط جدا كوه هتحط بعديها الفاعل كسك هتحط بعديها الفاعل طب أنا عايزة أجاوب أليكس ده هيتغير لا مش هيتغير أليكس هيبه هو هو أليكس في الإجابة أنا بقولك بالعربي كده أليكس بيأكل إيه في الغداء؟ هتقولي أليكس مثلا بيأكل فرخة بيأكل دجاج بيأكل رز بيأكل سمك يبقى الفاعل عندي المرة دي ما تغيرش فممكن أقول أليكس وممكن أقول إيل ماشي؟ فإحنا عايزين نتعود إن إحنا نستبدل الاسم بضمير أحب أبدأ أقول لك إيل إيل إيه بقى؟ مانج واختر له أي وجبة مثلا دولافيوند بيأكل اللحوم أو بيأكل اللح إيل مانج دولافيوند طب السؤال الثاني إجابته إيه؟ نفس الإجابة يميس السؤالين واحد بس تركيبة كوه كسك اللي اختلفت طيب تاني كوه كسك أصلا معناهم إيه؟ معناهم؟ ما؟ أو ماذا؟ بسأل بيهم عن إيه؟ عن مفعول غير عاقل إنت بتاكل إيه؟ أنا بأكل جبنة يبقى الجبنة دي غير العاقل إنت بتتناول إيه؟ في الفطار أنا بتناول مثلا الخبز يبقى الخبز ده غير العاقل والمفعول طيب زوية بتاكل إيه؟ في الوجبة الخفيفة زوية بتاكل مثلا كوروصون مشي؟ يبقى كوروصون ده المفعول الغير عاقل تمام كده الغير عاقل